إلى مستوى غير مسبوق وصل التوتر التركي الفرنسي بسبب ملفات عدة آخرها تطورات شرقي المتوسط اتهامات متبادلة بتصريحات وبيانات رسمية من الجانبين كل منها هاجمت الطرف الآخر وهي بالطبع عكست عمق الأزمة القائمة بين أنقرة وباريس على وجه التحديد وهو ما حدا بمراقبين إلى القول إن الأزمة بينهما متشعبة الأسباب المسألة نعم قد تكون مرتبطة بشرق المتوسط وبالخلاف التركي اليوناني لكنها في العمق مرتبطة بأكثر من ملف مرتبط بالليبيا بشمال أفريقيا ككل بالعمق الأفريقي بتضارب السياسات في العالم العربي في شرق الأوسط ككل الآن هذه النقاشات أيضا تحمل معها سؤال أساسي أن هذا التوتر التركي اليوناني هل هو فعلا توتر بين أنقرة وأثيرام هو توتر بين أنقرة وباريس مباشرة وبحسب مراقبين فإن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الأمور ذاهبة نحو المزيد من التصعيد كما أنه لا يوجد طرف إقليمي أو دولي حتى الآن للاعب دور الوساطة وتخفيف التوتر بين أنقرة وباريس توتر مرتبط أساسا بالحسابات الإقليمية المتضاربة بين الجانبين في الوقت الذي غاب فيه أي حديث عن موعد أو آلية محددة لإنهاء هذا التوتر السؤال الأبرز الآن كيف سيتطور هذا التوتر القائم ومن الذي قد يتراجع خطوة أو خطوات إلى الوراء وهل سيتطور الأمر لمواجهة بين البلدين وكيف سيؤثر هذا التوتر مستقبلا على الاقتصاد التركي وإلى متى سيستمر أخذ بالاعتبار أن التوتر التركي الفرنسي ليس بالأمر الجديد هو تاريخيا موجود ولكنه الآن بمستويات خاطرة ولأسباب كثيرة ومختلفة يقول متابعون أتراك للعلاقات التركية الفرنسية إنه إذا لم يكن هناك لقاء تركي فرنسي مباشر سياسي أو دبلوماسي بهدف التهديئة وتخفيف التوتر فإن الأمور ستواصل الذهاب بالمنح التصاعدي المستمر ولكن حتى الآن لا يبدو في الأفق أن مثل هذا اللقاء قد يحدث والسبب الرئيس هو اتساع الفجوة بين الأجندات في أنقرة وباريس ملفات الخلاف التركي الفرنسي كثيرة وكبيرة حسب مراقبين فمن الخلاف حول شرقي المتوسط إلى ليبيا ومن ليبيا إلى العمق الإفريقي ثم سوريا والعراق ولبنان وملفات أخرى عديدة لتلخص المعادلة بالقول إنه صراع المحاور والنفوذ على مصبحات لقناة الغد إسطنبول